موسيقى موجز الأخبار أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاثنين عن استشهاد أكثر من مئتي فلسطيني على الأقل في القصف الصهيوني المكثف ليلة الأحد إلى الاثنين على قطاع غزة وأوضحت الصحة الفلسطينية في غزة عبر رسالة لوسائل الإعلام أن حصيلة الشهداء تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط موسيقى موسيقى أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية الاثنين عن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت تدريجيا إلى قطاع غزة بعد ثالث قطاع منذ نحو عشرة أيام وكشفت الشركة في بيان بعودة خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق القطاع وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية الأحد أفادت بأن الاحتلال قطع خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان ما أدى إلى استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش صاحب الواحد والعشرين عاما وإصابة خمسة آخرين ثلاثة منهم بجروح حرجة إلى جانب إصابة العشرات بحالة اقتناء وبارتقائي الشاب أحمد الأطرش ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الصهيوني إلى مائة وخمسة وخمسين شهيدا هذا واستشهد شاب فلسطيني الاثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه أحد الشبان لم تعرف هويته بعد في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ما أدى إلى استشهاده اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الاثنين ستة وستين فلسطينيا ضمن حملة واسعة طالت جل مدن الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة وثلاثين فلسطينيا في أحياء القدس المحتلة وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين كما شنت حملة اعتقالات بالخليل جنين رام الله وقلقية يعقد مجلس والأمن الاثنين مشاورات مغلقة لبحث الوضع في غزة بعد قصف الاحتلال مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين المشاورات التي دعت إليها الإمارات والصين عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك سيقدم منسق عملية السلام تور وينسلاند ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتين جريفيت إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة بما فيها غزة والضفة والقدس المحتلة ختام هذا الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكتروني لقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة